لمدة ثلاث ساعات متصلة يوميا تتنوب عشرون امرأة سورية على تقليب معجون الصابون لكسب عيشهن في مدينة ادلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال غربي البلاد هؤلاء النساء وجميعهن اما ارامل او مطلقات او يعلن ازواجا مرضى ينتجن صابون الغاز الذي تشتهر به سوريا بعد ان تعلمنا الحرفة في مركز بشمال ادلب فتلك المرأة التي تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما وتعمل في صناعة الصابون لاعالة زوجها المريض واضفالها الثلاثة تتحدث عن متاعب جمع صناعة الصابون هي بدك تيجهدها بدك تقريبا شيء ثلاث ساعات متواصل لتحريك الطبخة طبعا هذا مو بالامر السهل اللي علينا بما انه نحن نساء كل اياتنا موهد الشي السهل اللي علينا انه نحن نطبق صابون وتسويقه نحن عم نسويق اللي كان الكترونيان واللي كان انه على المحلات واللي كان المصرى مطلعة بياعين جميع انه كل التسويق على كل شيء في عنا انه هو شغل يدويه وبادرت الصابون كبارت عبارة عن مشروع صغير مساعد للنازحين مثل حكايتنا ارامل كان نكون سمقدي مصلحة مصلحة حلوة كتير فتنة فعلا ما نعرف شيء كان وداية بسيطة وحلوة وفريقة عامل التعاون كتير كتير مرتبة محترى يعني وما عندنا مثل اهل مثل عائل بسبب ارتفاع الاسعار عانت صناعة الصابون الى منازل اهالي ادلب وذلك عن طريق استخدام مواد اولية اقل تكلفة لا سيما بعد ارتفاع سعره في اسواق المنظفات وضع في قدرة الاهالي الشرائية طبعا هلا الصعوبات انه هي ارتفاع الاسعار بشكل كتير كبير وكل نهار عن نهار عم تغلى الاسعار ويعني انا يعني دوب عم بسدد يعني مشاي اموري طبعا لان الحل الاجتماعي صايرا يعني يعني الرجال ومرأة يعني دوب عم بيلحقوا با كيف انا معيدة اللي اسرته وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها النازحات السوريات بصناعة الصابون في ادلب الا انهن يأملن في توسعة المشروع وتصدير منتجهن للخارج في المستقبل اشتركوا في القناة